السلام عليكم معاكم شهاد العبادي وبهذا الفيديو جاي نحكي عن كتاب حضات ما قبل التاريخ للأستاذ خزعل الماجدي ممكن هذا الكتاب بقم خمسة اللي بقوا لأستاذ خزعل الماجدي وأمانة أنا جبت هذا الكتاب بسبب موضوع أنه تكلم عن فكة الدين في ما يعقب العصر الحجاي يعني كل العصار القديمة العصر الحجاي وما بعده لحد العصار اللي اكتشفنا فيه الكتابة أنا كنت مهتم بس بهذا الشيء اللي هو بس بتكلم عن دين هاي الفترة بس ولكن لما قاتت الكتاب وقاتت الكلام اللي كتبوا عن الحضارات القديمة اكتشفت فعليا أني جاهل جدا في ما يخص الحضارات القديمة كوني أنصة كمان بحباري الشغلات وعشان ما أكون كذاب ما اعتمد أكثر شيء على الفيديوهات مش على الكتب عشان أعرف عن لحضارات القديمة وعندي بعض المعلومات بسبب قلاتي في مجال أديان العصر الحجاي من بعض الكتب زي كتاب دين إنسان حسن مقدمة شوي غبية بس تمام هاي هين مقدمتي بالنسبة لهذا الكتاب أنا كنت كتبت زي من شراء صغيرة على موقع فيسبوك وكتبت هذا بعض الكلام على أكثر من مجموعة مختصة بالكتب زي مجموعة مكتبجي أظن اسمها مكتبجي أظن هيك اسمها فكان فيه كثير كلام وصار فيه بعض النقاشات وأنا بصار هذا الإشي عجبني وصار بعض النقاشات تصير كمان عندي على الخاص من بعض الناس اللي عرفوني بسبب الكلام عن الكتاب يعني صار نقاش كبير فيما يخص العصر الحجاي وكذا المهم بالمنشورة اللي أنا كتبته ما أعططش على كلام خزعل فيما يخص التائخ القديم لأنه حسب علمي خزعل هذا اختصاصه ولكن فيما يخص الأديان أمانة مع احتام الشديد لخزعل كان يخبص وأسا من الشرح ليش بيخبص ولكن قبل هيك خلينا نحكي عن ميزات بالكتاب بعدك نحكي عن أشياء السيئة أولا زي ما أنتم شايفين أنا مخطط كثير على الكتاب برش إذا أبين في كثير صفحات أنا خططتها وكثير أشياء يعني كان عن جد فيه معلومات جدا عظيمة يعني هذا إذا حبتقى مثلا بالتائخ القديم فببصحك بكل بساطة قان هذا الكتاب بيحكي ببساطة شديدة خزعل عن الحظات ما قبل التائخ وهي الحظات اللي ما كانت تعاف تكتب يعني الإنسان قبل ما يكتشف القاءة والكتابة كان يعتبى لسه ما دخل التائخ بس لما اكتشف القاءة والكتابة دخل التائخ خزعل بيحكي عن حظات اللي قبل ما تكتشف الكتابة وبيحكي بشكل مختص خلينا نحكي مختصة كثية أنه الإنسان من أول ما بلش يوعى ولازم نحكي عن شغله ويتكلم بعضه عن نظاية التطوى لأنه الأستاذ خزعل خلينا نحكي أنه هو ملحد فما بآمن فكرة الإله فكان يحكي أنه الإنسان كيف أنه بلش يتطوى بهذا العالم من وجهة نظاية التطوى فهو تكلم بالأول عن نظاية التطوى وتكلم عن حفيات وتكلم بعضه عن علم ما قبل التاريخ وتكلم بعضه عن علم الأثى بشكل عام وشارح أي شي الأشياء اللي بيستعملوها وكذا هذا كالمقدم يعني المقدم هيك كانت بعد هيك بلش يحكي عن العصر الحجري وكيف الإنسان بلش يتطوى شوي شوي وكيف إنه لعبة إشي مهم بتاريخ القديم وبعد هيك بظل الإنسان يتطوى أكثر وبعد هيك اكتشف كيف يعمل بيوت اكتشف كيف يعمل ببساطة شديدة هافيا اكتاب بتكلم عن تاريخ الجنس البشري بحسب الآثام من أول من وجد طبعا بوجه تظهر خزعل من أول ما بلش يوعى ومن أول ما بلش يتطوى بحسب نظارية التطوى لحد الماحل اللي وصل فيها لضوال حظات السومارية البابلية لخي 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 فهو من هذا الجانب جدا كويس وكان فيه معلومات جدا كويسة وطبعا كوني أنا مش متخصص فيما يخص التاريخ القديم فما بقضاء أني نهائيا أعطاذ على كلام وفيما يخص هذا المجال ولكن عندي بعض الاشكاليات بهذا الكتاب مع أنه كويس وانا بصراحة بنصح فيه لأي حدا حاب بيقاء بالتاريخ القديم عندي مشكلة معاه فيما يخص شغلة وحدة اللي هي الفاضيات اللي حطها فيما يخص الدين طبعا خزع المدام ملحد زي ما حكينا وكذا وأنا على فكرة عندي القناة الثانية وكنت أعط فيه عليها أعط فيه على الأطوحات اللي بيحكيها مشكلته أنه بظل يفطط فاضيات ومطر فنون بيجيبها يعني خزع الماجدي بقول لك أنه الأديانة تطوات بتاتيب معين التاتيب هذا كله مبني على الظن فهو كان يظل يحكي ربما قد ممكن كلامي عن أنه عن جد بفطط أول شي خزعال بقول لك حسب التاتيب أنا كنت كتبته بالمنشاة تاعي اللي كتبته قبل يومين المهم خزعال الماجدي بيقسم ظهور الدين خلينا نحكي لثمن مراحل المراحل الأولى بقول لك خزعال اكتشاف النار بفطار ذلك خزعال أنه الإنسان القديم أول ما اكتشف النار شاف فيها علامة القدسية وشاف فيها خلينا نحكي رمز لأشي مقدس من خاج هذا العالم المادي لأنها سمحته يتحكم بالحيوانات وخلته يتطوى كثير وبفطار أنه هاي أول إشارة الدين طبعا لما نسأل خزعال اش دليل لك على هذا الكلام راح يحكي لك بكل بساطة أنه الأساطية اللي ضهت اللي بتحكي عن معافة الإنسان كلها كانت تحكي عن اكتشاف النار طب معلش يعني كم كم المدة الزمنية بين الأساطية اللي بتحكي مثلا عن النار مثلا بوميثيوس مثلا بالأسطرة اليونانية وبين أديان عصر حجاي مدة طويلة جدا يعني الكلام مش منطقي بصاحة والمشكلة إنه بهاي نقطة كان يظل يحكي ربما قد ما بتعاف عنه النقطة الثانية بقول لك بعدين عبادة الحيوان طبعا ما فيش دليل معاه على إنه الإنسان القديم كان يعبد الحيوان وعلى فكرة دعلى هذا الموضوع الباحث المتخصص اللي خزع المجد نفسه كان ما يعتبه مصدر بالكتاب بتاعه اللي هو فاص السواح بكتاب دين الإنسان وكتاب الله والكون والإنسان كان يحكي بشكل واضح إنه الإنسان القديم ما كان يعبد الحيوان لا الإنسان القديم كان يعتبى إنه الحيوان خلينا نحكي رمز القبيلة تعيته فالحيوان كان مجرد رمز أما إنه هو إشي مقدس أو إنه مثلا هو خلينا نحكي بشكل أوضح معبود هذا مش موجود بحسب فاصل سواه فعنده أول نختار وقعات ثالث إشي قل لك ضهو 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 يعني كيف دعي أحكيكم إياها ما عندي مشكلة بصاح بموضوع ضهو ضهو أموات وإنه فيه تقوصة تتصير مثلا بس هذا الموضوع كمان باظو فيه فاضيات ولحد هسا فيه كلام كثية بين علماء اللديين بهذا الموضوع فيه ناس بيحكوا إنه بالأول كان الإنسان تعلم يدفن بعد هكا تطوى الموضوع وضهو الأشياء القدسية فهي أصلا مقتثريات فيها كلام كثية نقطة أبع ذهو الآلهة الأم وأنا صاح استغابت لما أتكلم عن ضهو الآلهة الأم اللي هي الأساس وأنا أظن أني حعمل فيديو عن هذا الموضوع لدينا في فكرات المجتمع الأمومي مشكلة خزعل هنا إنه وقع نظايته لحاله أو وقع نظايته باستعمال المجتمع الأمومي كيف يا شادي ببساطة هو بيحكي إنه المجتمع الأمومي بالنقطة أبعة أجا متأخر بنفس الوقت وبأول الكتاب كان يحكي لك إنه لقوا تمثيل الآلهة الأم قديمة جدا للعصوة الحجرية بتاجعوا أقدم حتى من اكتشاف دفت الأموات والشغلات هاي فهو أصلا هيك بكلامه هذا بثبت إنه نظايته كلها واقعة لأنه إحنا عنا أصلا في الأساس شكل لعبادة كاملة أو لتقوس معينة أو لإله مشخص اللي هي الآلهة الأم طبعا المنشرة طبعا تاعي عشان النقطة يمكن تبين هسا بالفيديو وأنا بحكي ما تنفهم ولكن أحط لكم منشرة تاعي بالطالقات أو بوصف الفيديو عشان تجعو وتقوي الكلام عشان تستوعب أكثر الكلام إنه صحيحة مصطلحات تعيد أديان وكذا ممكن مش الكل يفهمها ولكن كمختص شديد هو بحكي أنه تم العثور على الألعاب لفينوس اللي هي واحدة من الآلهة الضن الأغراقية أو الألعاب العشترية وهي اللعاب بتاج على زمن أقدم حتى من الفاضي اللي هو حطها فهنا بنستنتج هيك لأنه ضايت واقع لأنه لدينا شكل من الأشكال الآلهة المشخصة اللي بتسبق التاريخ باهمين عليه كيف إن شاء الله تكون واضحة على النقطة حكا بعد هيك مع عبادة الأسلاف وبصاحة هو كان عاملها يعني بشكل نوعا ما إنها خلينا نحكي إشي أساسي أو إشي زي كذا فحسب فهمت وهذا كلام بعضو غلط عبادة الأسلاف ما كانت إشي عالمي بالعالم كله بل كانت إشي تصير مناطق محددة من العالم زي الصين استماعت فيها عبادة الأسلاف لفترة متأخرة جدا أظن حتى كان فوشيس نفسه كان يأمن بلعبادة الأسلاف بعضو عندك الأردن إن عبد نعم فيها في بعض النظرات تحكي إنه الأردنيين كان يعبد الأسلاف عندك بعضو فلسطينيين يعني ما كان الظهى منتش كانت موجودة بس محدودة هذا حسب عين الشخصي بعدها حكى على كثان نقاط ونصح ما عندي أي مشكلة فيهم المختصى تاعي عشان ما نطور كتاب الفيديو كتاب خزعل من ناحية التايخ القديم والبشاية وكذا والأرثاء ممكن يكون كويس كثية وممكن تستفيد منه بنصح فعليا أنك تقوى عشان هذا الموضوع أما من ناحية التايخ الأديان وكذا فالكتاب بصاح فيها بدكثية وأنا طبعا ما بلوم خزعل فخزعل مجد ليش اختصاص أصلا أديان بل اختصاص تايخ قديم و تايخ مثلا أو شيء زي كذا يعني تايخية بس إنه دين وضغى دين وكذا أنا بفضل فهي سوح أكثر منه أمانة يعني وبفضل كتاب دين الإنسان اللي تكلم عن ما العصر الحجر وهي الشغلات ميت ما على كتاب خزعل المجد فباجع وبحكي اشتري عادي كويس وكل شيء بس لا تشتري عشان فكرة الدين زي ما أنا أخذته أنا أخذته عشان فكرة الدين وفي نقطة مهمة أنت تحكيها خزعل بعضو تكلم عن ضهور مدينة ريدو اللي هي المدينة اللي كان يحكمها أو كانت مدينة لنصرائيون اللي هم أجداد الصابع المندئيين يعني هو كما بدون يحس أثبت أن التوحيد صابق للتعدد هذه معلومة كويسة ف المهم يعني لو بدي أعطي الكتاب تقييم سأعطي السبعة من عشرة لأنه في أشياء في كويسة أنا عجبني يعني ما بقضاء أقل من هيك ولا أكثر ولكن كلامه عن الدين كان مستفز بصراحة مش لإني مسلم ولكن أنا شخصيا ما عندي مشكلة مثلا أن أشياء مثلا تضعب ديني ما عندي مشكلة مثلا تدفن وكذا هاي ممكن أتفق معاه فيها لأنه بجل لسه محل خلاف ما عندي مشكلة فيها الضواء مثلا فكرة عشطاء ودماء عشطاء بعض ما عندي فيها مشكلة ولكن كلامه اللي كان جدا بتحسه مش منطقي وكان كله ما اعتمد علىه بما قد ممكن لهي الفاضيات يعني معلش يعني ما بقدر أبني نظاية كاملة على فاضية أنا شخصيا ما بقبل هذي بالذات وتأخذ أديان في القارن الواحد والعشرين أظن نحنا في سنة 2020 أني أظل أعتمد على فاضيات وأنا عندي كم هائل من المعلومات حاليا يامل شي يكون محقق ومتأكد منه فحط لي بالكتاب لأنه عندي كثابة فاضيات هسا وما بدي أود جعاص بالفاضيات بدي شي متأكدين منه أعطيني بس الأشي متأكدين منه ولا تعطيني فاضيات لا تقول للنا هي الإشي المقدس تقول أوبما كانت هذا ما بدي لا تقول وقد كان أو قد يكون أول عبادة كانت ما بدي هيك أنا أنا بدي إشي أكون واضح ما بزبط أنا تقول أول عبادة ضهت هي تقديس الحيوان بعدين تقول بس في قبل هدومة لعشطة ما بزبط زي هيك إذن عشطة هي نقدم فهمين عليك كيف يعني هذا الموضوع بصاحة كان مستفزني كثير على كل باجعو بحكي وهي خمار بعيد كتاب ممتاز كويس من ناحية تاخل قديم فتح عندي المدائك تعيتي تكلم عن بعض الأثار مثلا بتكلم عن نظرية التطور وأنا لازم أنوح كمان أن نفس الأثار اللي حكي عنها وحكي عن دليل على نظرية التطور أنا قات بكتاب سلطان الموسى تثريب إنها مجاد شياء مزيفة وكذا فأنا بصاح بميل لسلطان الموسى أكثر وبحبه أكثر قلبي لسلطان ما بقدر يعني خلص أنا بعترف أني مش عيادة لسلطان فالكتاب كويس وممكن أحكي موضوع الدين وأتمنى يكون الفيديو عجبك ويلا سلام وآسف على الإطالة وباجع وبحكي فيما نشاء بالتعليقات أو هيكون بوصف الفيديو إقاءوا وفهموا لإني ححاول أظن يعني الكلام سيكون متراتب فيما يخص الدين أكثر من الفيديو لإني أنا ما أسجل فيديوهات بفتح الكامرة على طول وبحكي الكلام على طول فبكون شماكي إذا حيانا وشبه أحكي فبس هيك ويلا سلام